بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الشح لي صدري وسل لي أمري وحل العخدة أم اللساني يفقه قولي ثم أما بعد يعني نكمل رحلتنا مع كتاب الأربعون الرمضانية وإن الكتاب فعلا فيه فوائد يعني قوية جدا جدا وفيه حاجة بس عايزة أكد عليها في البداية إن شاء الله ألا وهي الآتي إحنا في مجلس علم ماشي المدارس وقفت والكليات وقفت والدنيا وقفت صحيح بس إحنا نطلب علم شرائي عشان كان فيه بعض الشباب قالوا يا ريت لو تختصر يا ريت لو كتدينا كده حاجة عشر دايق ربع ساعة يبقى إيه زي الفل طيب أنا عايزة أقول أنا عندي على اليوتيوب اللي امتبعني هيلائي فيه حاجات حلقات سريعة حاجات فيه خمس زي عشر دايق فعلا حلقات سريعة وده مجلس علم دلوقتي ده دلوقتي مجلس علم بنعملي في مجلس العلم ده قاعدين ومسكين الكتاب وبنفره وبنشرح كأن حداك النهاردة في كليتك في مدرستك في أي أن كان الإدراسة تدرسها فإحنا المجلس بتاعنا ده بيبقى غالبا من ساعة لساعة وربع ساعة ساعة وربع يوم بعد يوم خلاص كده بعد العشرة يعني نفوض من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يبقى معدى سبت اتنين أربع بإذن الله نقعد ساعة ساعة وربع فده مجلس علم ما فيش بقى إيه طب ما تقلبني إيه رأيك لو تقلبني لا أنا مش تقلبك يعني لسه أنت فهمه أنت داخل أن أنت بتطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله بي خيرا يفقه في الدين فالتفقه في الدين ده إرادة خير من الله سبحانه وتعليك يعني أنت وإنت قاعد دقتي بتسمع قال الله قال الرسول أنت لازم تصحض أن ربنا بيحبك يعني المفروض أنه هخلص معكم الدرس وعندي درس مع أحد مشايخي هدخل أحضر له وهفضل قاعد برضو مسك الكتاب زي ما أنتوا عاديين معاهي دلوقتي فيعني زكاة العلم إخراجه فإحنا بنتعلم العلم وبنعلمه وبنتعلم وهنفضل طول العمر طول العمر مع العلم بأمر الله إلا يعني يا شاء الله بإذن الله تعالى الإمام أحمد نحمل كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة يعني المحبرة زبان كان طبعا إيه حب بقى مش إعلام بقى إيه جافه والكلام ده كله لك محبرة يقول مع المحبرة إلى المقبرة أنا أفضل طول عمر أتعلم ده الإمام أحمد نحمل هو إمام أهل السنة فالشاهد بس أن أنا بأكد على الجزئية دي أن ده طلب علم لازم تقفاهم وانت قاعد وانت قاعد بتعمل إيه مش قاعد بتسمع كلام حلو من واحد أمور وعينه خضرة لا مش كده أنا أنا مش خضرة كانت خضرة وأنا صغير فإحنا بنطلب علم عاديم بنطلب مع بعض علم لازم عندك صبر وعندك طول البال وعندك نفس وتبقى فاهم إن ده إن شاء الله بإذن الله إرادة خير من الله سبحانه وتعالى لك طيب إحنا المرة اللي فاتت دي مرة التالتة مجلس التالت في الكتاب وإن شاء الله هدأ النهاردة مع الصفة الأولى من صفات المتقين إحنا قلنا إن الكتاب يدور حول عشر صفات أساسية من صفات المتقين في صورة قال عمران انتقنا الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجمنا تنعرضوها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقونا في الصراء والضراء والقادمين الغيض ولا عافينا عن الناس والله يحبوا المحسنين الآيات فالشاهد إن إحنا في عشر صفات للمتقين فباش معنا المتقين حد فاكر حد فاكر حمي كاملي أصلا على التقوى والمتقين طب حد عارف وبيعمل إيه معي هنا الوقتي أصلا ولا طب معي عد مركز معي إحنا قلنا إن الغاية من الصيام هي إيه هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمانوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون فمنفعش واحد ندخلنا على رمضان ولا عارفين يعني إيه تقوى ولا يعني متقين ولا صفات المتقين وكيف نحقق بالتقوى وكيف نكون على ضرب المتقين إزاي فهنا نعدي منتعلم صفات المتقين عشان بأمر الله تعالى لما ييجي علينا رمضان أسأleye الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه لما ييجي علينا رمضان نعمل إيه نكون مستعدين بإذن الله بالتقوى أول صفة معنا من صفات المتقين أنهم مشتاقون إلى الجنة أول صفة من صفات المتقين في الآيات معنا أنهم مشتاقون إلى الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فيبقى أول صفة من صفاتهم هم مشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى شعرنا مع الحديث الأول والصفة الأولى وعجلت إليك رب لترضاه يبقى أنا أبادر وأسارع وأتنافس في الخير للوصول إلى الرحمن الرحيم وعجلت إليك رب لترضاه الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت معي أم لا معي؟ معي؟ صلي على حيوك النبي صلى الله عليه وسلم والله البركة المجلس ده كله خرجنا بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبهى ونعمة صلي على حيوك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله إحنا شباب إحنا صفحة 40 في الكتاب احنا في صفحة 40 اللي بعدت لكم الPDF احنا في صفحة 40 في الكتاب من أنفخ زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة بصي أركز في الحتة اللي جاية دي فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما علي من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها في حد يا رسول الله ممكن يدعى وينادى عليه والملائكة ينادي عليه من كل الأبواب فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم نعم وأرجو أن تكون منهم وهنا عايز بس أكد على ملمح كده سريع انظر إلى الهمة العالية لسيدنا أبو بكر همة عالية مين جاد في باله دي يعني كلهم قاعدين بيسمعوا أن فيه اللي هيتنادع عليه من باب الجهاد طب فيه الصيام طب فيه الصدقة طب فيه الصلاة طب يا رسول الله فيه حد ممكن يتنادع عليه من كل الأبواب الهمة العالية دي ده دليل أنه هو بيعمل كل الأعمال دي فعاد بيفكر الله طب أنا الصلاة طب أنا الحمد لله بصلي طب الصدقة طب ده أنا بتصدق طب الصيام طب ده أنا على طول بصوم طب ده الجهاد ده بفضل لنا بجاه طب يا رسول الله هتناد علي منين فهمة عالية في فعل الخيرات وانتبه حبيب الله لها هذا الأمر جدا ربهمة أحية أمة ربهمة أحية أمة الأمة في غفلة والأسد اللي بقاله تبانين تسعين سنة نايم في يعني سبات عميق ونايم ومرتاح قوي ومريح قوي هو ناسي إنه هو أسد فإحنا دورنا إن إحنا نقوم الأسد دورنا إن إحنا نقوله قوم قوم من جديد قوم ارجع للريادة والقيادة قدينا شوفنا هو لما أنت نمت يا أسد يا إسلام يا مسلمين لما نمنا إيه اللي حصل في الدنيا قدينا شايفين حصل تكبر وتجبر وعنترية وفرعانة وحصل إن كل العالم تخيل إن هو بقى ليه القوة الكاملة وليه الملك الكامل وليه وليه كل ده نتيجة إيه نتيجة قصور المسلمين في دعوت غير المسلمين نتيجة قصور المسلمين في أنهم يأخذوا بأيدي الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس قدينا في الحال اللي إحنا فيه ده نتيجة إن الأسد نام فده دور أو ده الوقت اللي إحنا لازم نصحي فيه الأسد ربهمة أحية أمة إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم لعل أنا وإنت لو كل واحد فينا بدأ يصلح من حاله مع الله صحيحة تعالى ويصلح زوجته ويصلح أولاده الأسر المسلمة لو انصلحت والمجتمعات المسلمة لو انصلحت انتظر خلال سنوات معدودة معدودة إن فيه انصلح في الكون بأمر الله لكن المشكلة إن الأسد إيه نايم فإحنا عايزين نعمل إيه صحي الأسد تاني بإذن الله فقال تعالى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين يعني أذكر نفسي إياكم قلنا بتكلم إن في بعض القواعد في دخول الجنة قلنا إن من هذه القواعد إن الجنة لا تفتح إلا بعد شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة قلنا إن عدد أبواب الجنة ثمانية منهم باب الأيمن باب التوحيد الخلص الذين حققوا التوحيد وعدم الشرك وباب الريان باب أهل الصيام وهو ده محور الكتاب نحن نتكلم عن باب الأبواب الجنة باب الريان باب الصيام نريد أن ونحن يعني نستعد لرمضان أن نقبل على الله سبحانه وتعالى من باب باب إيه باب أهل الصيام وقلنا إن أول دخولا للجنة النبي صلى الله عليه وسلم وأول دخولا للأمم الأمة المحمدية يعني وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أول دخولا من الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفتح الجنة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأول دخولا للجنة من الأمم الأمة المحمدية وانظر بقى للمسألة دي وهكذا كانت همة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منهم فإذا كان المسلم صباقا لأعمال البر المتنوعة فلعله يكون مؤهلا لأن يدعى من كل أبواب الجنة لدخلها لعل لو إن الإنسان مخبل على الله سبحانه وتعالى من أكتر من باب من الطعامات لعل الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تنادي عليه من إيه؟ من جميع الأبواب؟ بس الهمة وخط بك من حتة هنا مهمة لما سيدنا أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نعم وموقفش صلى الله عليه وسلم يعني ما جاوبش على سؤال سيدنا أبو بكر ووقف قال له نعم يا أبو بكر وصكت لا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال له نعم وأرجو أن تكون منهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بشروا يا شباب بشروا ولا تنفروا بشروا الناس بالأمل بشروا الناس بالحياة بشروا الناس بالطموح الناس كلها عملة تسأل يا طارى احنا هنرجع تاني لحياتنا القديمة يا طارى هنرجع تاني للاستقرار ولا خلاص كده الكم بينتهي بشروا ان شاء الله بإذن الله ورحمة ربنا واسعة لعله خير لعله خير ان ربنا صحيح الله قدر هذا الامر حتى نعود ونتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى كلنا أصحاب زنوب ومعاصي كلنا كلنا عندنا زنوب ومعاصي ولا أستسى نفسي أبدا ولا أزكع الله أبدا أحد كلنا أصحاب زلوم ومعصير هل أسأل الله سلامة من كل ذانب أو معصير كلنا أصحاب زلوم ومعصير فلنعمل إيه؟ يتوب لعل الله لا أص pratましょう قدر هذا الابتلاء وهذا الاختبار وقلنا قبل كده إن الوباء والابتلاء من الله و Darwin أو البلاء يقع من الله و Darwin على المؤمن والكافر الفاجر منهم والبر منهم و الفاجر يقع على الكافر كالمصيبة مصيبة وقعت عليه مصيبة طب والمؤمن ابتلاء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك إلا للمؤمن فإن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لسه كنت بتكلم مع حد يعني من أصحابي النهاردة الصبح فيعني بيقول لي مش عافي إيه وبتاع عمين نتكلم والحال والدنيا وعندنا نتحك أنا هو جاب ده ونتلو بص نعمل إيه مفيش عاجة بإيه ده نعمل نخب بالأسباب صحيح وكده ومتوكين عرب بالأسباب لو إن عيحد فينا جاله لقدر الله كورونا ولا لقدر الله ربنا قدر عينه هو يموت ولا عزو بالله يعني خلاص كله من قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله وإنت عندك رضا وسكينة وطمأنينة إن كل ده بقدر الله ما هعمل إيه تاني فش حاجة بيدي عملك لكن الكافر مصيبة الراجل أصلا بيقول مفيش عذاب قبر ومفيش نعيم قبر مفيش جنة ونار وحوض وصرات مفيش أصلا الكلام ده هي حيات الدنيا أنا بعيشها وبوضوع انتهى فكمان لما تيجي حيات الدنيا اللي هيعيشها اللي هو معتقد الاعتقاد الكفري ده ويقول إن أنا مفيش غير إن الحياة بس عيشها وخلاص واجي كمان أقول طب تعالى مش غير إن الحياة بس طب تعالى بقى هرعبك طب تعالى رعب رعب هلع خوف ده يقع على مين على الكافر لكن المؤمن مؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وقلبه معلق بالله فبشروا وأرجوا أن تكون منهم يا أبا بكر بشروا بالأمل يعني ادفعوا في نفس الناس الأمل أنا بشوف ليه النهار على السوشال ميديا وعلى يوتيوب وعلى حاجات مرعبة حاجات تخوف وناس في حالة خوف يا جماعة ليه كل ده ناخد بالأسباب ووهدة لو يعني لو إن الله سبحانه وتعالى قدر أن يموت الإنسان بغير كورونا هيموت بغير كورونا هيبقى ماشي كده تحت البيت ففوق عليه قصرية زرع على دماغه فييموت خلص خلصت ولا كورونا ولا مش كورونا فكورونا ده مخلوق من مخلوقات الله يصيب به الله سبحانه وتعالى ما يشاء وينجي ما يشاء فأنت علق قلبك من مين بالخالق وليس بالخوف من المخلوق وهناك أعمال حددتها السنة الشريفة تناولت هذا الفضل احنا في صفحة 41 ايه هو الفضل ده اللي هو أن يدخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية أو أن يدعى من أبواب الجنة الثمانية منها ما منكم من أحد بص بقى تفرج بقى احنا بندرس شوف الفضل شوف الفضل وشوف الدين العميق الجميل الكبير العظيم أفعال يسيرة جدا ممكن تعملها يترطب عليها سواب كبير جدا وهنشوف الكلام ده كتير معنا في درسنا النهار ما منكم من أحد يتوضأ يتوضأ لدوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة سهل قوي وانت راح تتوضى بعد ما تتوضى هتقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جزاك الله خيرا فتحت له أبواب الجنة رحمن رحيم رحمن رحيم رحمته واسعتت كل شيء سبحان الله وبص بقى الحتة اللي جاية دي وإذا صلت المرأة خمسها ده هي الفجر والدهر والعصر والمغرب والعيشة وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخولي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي عمر بسيط صلي الصلوات صومي شهر رمضان حصني الفرج واتق الله ولا تزني وأطاعت زوجها قيل لها دخولي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي فيه بس نقطتين عايز أكد عليها فيه جزئية وأطاعت زوجها دي ده فيه بعض الشباب وبعض الملتزمين وغير الملتزمين بيتعاملوا مع المرأة على أنها جارية هي خلاص هو جوزها وهي كرسي من كراسي الليفينج عنده في البيت يقول لها هي مين يمين شمال شمال لا هي مش كده هي الحياة بتبقى مشاركة وأطاعت زوجها ده بالبر وبالمعروف وجزئي دي مهمة جدا 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 أن الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق طبعا القلوب هتطلعوا واللايكات هتطلعوا دنيا كلام عجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق كان يعني كتير بيجي لي سؤال أو بعض الأسئلة من بعض النساء أن واحدة مثلا زوجها مثلا بيكبرها على أن هي تشاهد مع مثلا الأفلام الإباحية مثلا بيريد مثلا هو قبل الجماع مثلا هو يصير شهوته فيطلب منها أن هي تتفرج معها مثلا على الأفلام إباحية والعزو بالله فهي بتسأل هو أنا لو ما أطعتوش أب أنا كده يعني غضبت ربنا بص التلبيس تلبيس إبليس عجيب عجيب لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق هو عنده مشاكل يروح يحلها يروح يتقى الله ويروح يتوب لله لكن زوج يكبر زوجته أنها تفرج معها لأفلام إباحية علشان يبدأ يعني يصال له استصارة أو يبدأ يصير شهوته عشان يبدأ يجامعها وهي تبقى محتارة هي لو ما سمعتش كلامه تبقى كده بتغضب ربنا ده كلام يعني كلام عجيب جدا فهنا شكرا هل نتعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق لا لا يا أختي الطاق الله جزلكيش أبدا أنت تعملي حاجة زي كده أبدا 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 لأن الفعل ده هو ده اللي يغضب ربنا مش أن أنت ما تعملهوش هو ده اللي يغضب ربنا من تلبيس إبليس فناخد مننا بس من الجزئية دي أنها لا يجوز طاعة مخلوق أي مخلوق في معصية الخلق أي مخلوق لو أنه أمر بمنكر لا يجوز لي أنه وافقه أو رافقه في هذا الطريق الأمر الثاني شباب الزوجة سكن ونعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر والله حقيقي يعني السكن ده السكن والسكينة والأمن والأمان دي نعم من الله سبحانه وتعالى إحنا عايشين فيها للنهار مش حاسين بيها وإن تعود ونعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم السكن ده نعمة وإن ربنا يرزقك بزوجة صالحة ده من أكبر متاع الدنيا أصلا أنت ممكن أحيانا واحد بيقى معها في لوس وأحيانا ما بيقاش معها وأحيانا بيقى في شغل وأحيانا ما فيش شغل وأحيانا بيبقى الدنيا معها كويسة وأحيانا ما بيقى الدنيا مش كويسة الزوجة الصالحة اللي هي بتقدر تحتوي زوجها وتعيش معها بالمعروف سواء في الحلوة أو في المرة فلما ربنا يرزقك بزوجة صالحة امسك فيها بيدك وسنانك وإحمد ربنا على تلك النعمة قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتْفَكَّرُونَ يبقى دي من آيات السكن والسكينة وأن الواحد يبقى عايش معها زوجة معها أولاد عايش في بيت مستقر ده نعمة بيرة جدا من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر طيب وما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة متخيل؟ متخيل ما بين يعني زي ما قولك عشان بس ما أفهمين الباب الباب في المعمار بيبقى دي زي حلق كده الباب بيركب جواه خلاص بيقى فريم كده خشب ما بين المصرعين اللي هو بين الزاويتين مسيرة أربعين سنة ده الباب الواحد مسيرة الباب الواحد باب الواحد من أبوال الجنة مسيرة أربعين سنة شوف بقى الكلام ده وبص بقى الحتة اللي جاية دي وبالرغم من ساعة هذه الأبواب سيأتي يوم يزدحم عليه الناس يا سبحان الله يا سبحان الله تخيل الباب الواحد مسيرة أربعين سنة وهيجي وقت الناس هتبقى بتزدق هتبقى فيه زي حام على هذا الباب اللي هو مسيرة أربعين سنة سبحان الله طيب ده يدل على إيه الدلف يدل على أن رحمة الله وسع رحمة الله وسع فعلا حقيقة وكل ده وإحنا ما دخلاش الجنة ده بس باب الجنة أربعين سنة كل الناس دي دخلها كل المخلوقات دي دخلها بإذن الله أن الجنة والإنس والمخلوقات دخلين بقى هيخشهم أبوال الجنة فسبحان الله رحمة الله وسع فعلا أما الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انتبه حبيبي في الله الجنة نعيم متجدد متغير متنوع بلا حدود ولن نمل منه أبدا وكل درجة من درجات الجنة متغيرة متجددة متنوعة لن تمل أبدا 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 من نعيم الجنة الجنة شباب بلا شيخوخة صحة بلا مرض خلود بلا موت وأعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة فيعن ناس الله سبحانه وتعالى ناس الله تعالى يرزخنا الجنة وده كان الحديث الأول والصفة الأولى من صفات المتقين الصفة الثانية وهو من صفات المتقين أنهم دائموا الاستغفار والتوى يبقى من صفات المتقين انهم ايه دائم الاستغفار والتوبة. فاستغفروا لذنوبهم. فاستغفروا لذنوبهم. يبقى هنتكلم هنا عن جزئية مهمة في الزنوب. حقيقة كلام اللي جاي مهم جدا فاركز معايا فيه. ان احنا بنطلب علم زي بقول وانا مش عايز اقلب. انا مش عايز اكاروت. احنا عاديين يا شباب قاعدين درس طلب علم. عاديين مع بعض ساعة ساعة وربع محاضرة ست اتنين اربع يوم بعد يوم ان شاء الله. بداية الاسبوع الجاي قاعدين مجلس علم. فانا عايزك بس يبقى واخد نافس كده ومكمل معي ان شاء الله بإذن الله. طيب شعرنا مع الحديث التاني والصفة الثانية للمتقين. ابوء لك بذنبي. وهو دعاء سيد الاستغفار. ابوء لك بذنبي. ابوء يعني اعترف. واقر بذنبي. انا اقر بذنبي. انا فعلا عملت ذنبي. استغفر الله العظيم وربي. استغفر الله العظيم وربي. انا فعلا عملت ذنبي. انا وقعت في ذنبي. ابوء لك بذنبي. مش يعمل الزنبي يقول لا 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 هو كده. ايه هو كده. هو مفوض اعمل كده. الناس كلها بتعمل. كل الناس بترشي. كل الناس بتفرج على الفلاح الباحية. كل الناس بتشرب مخدرات. كل الناس ما بتصليش. كل الناس ما. لا لا لا. ابوء لك بذنبي. اعترف لك يا رب بذنبي. انا بقى اقر ان انا عملت ذنبي. وده يعني عايز اقول خمسين ستين سبعين في المية من حل المشكلة اللي انت وقع فيها